نفس الأمر الحالة كيتحيله قوي دخول الجماهير السنغالية والجماهير الهولندية الجماهير الهولندية كالعادة للون البرتقالي العظيم ملفت ومفرح ومبهج مشهورين مشهورين المنتخب الهولندي بالألوان بتاعتهم بصراحة دايما التواحين الهولندية هم أصلا بصفاتهم باتباعهم هم خفافل وطافل وزازل زي طبعا الجماهير الانجليزية العصبية جدا للكورة هم أخف شوية في هذه الأمور وطبعا الجماهير السنغالية شبهنا يعني ناس الطيبين طيبين قوي يعني ولالمناسبة برضو يا ماهما لما السنغال تلعب فيه كأس العالم احنا نشجع كل المنتخبات الأفريقية نشجع كل المنتخبات العربية ما حدث في المباراة أو المبارات هي الفات onlar كأس الأول Первなら أهما مباراته خلست احنا طبعا أكيد نلعم منتخب أفريقيا أكيد نزعل إن السنغال تخسر النهاردة اكيد ما نفرحش الفوز المنتخب الهولندي والسنغال فعلا منتخب محترم جدا واكتر منتخبات الأفريقية اللي المفروض روح لبعيد عندهم مباراتين طبعا مش سهلين ومش هينين قدام قطر والإكوادور ونشوف الفترة الجاية ممكن يعملوا ايه حلوة الأفارق عامة مش بس السنغالين هم كده مبسوطين أكسا مبسوط خسران بحتفل طول الوقت هم في كرنفال وبيخلصوا وبيمشوا كرنفال ومبسوطين وفرحانين طيب دي الحتفلات